يتساءل سكان منطقة الجناح ببلدية سيد عبد العزيز عن الأقدار التي رمت بالمفرغة العمومية في هذا المكان شاطئ ونهر وغابة تتوسطها أطنان من القمامة هذه من ثمانينات جابوا وحطوها هنا ما لابناش في ذلك الوقت كنا صغاري لكن كنا دراسة تخنية ولمكاج وشي هو الذروك اللي يفهم شوي يفهم بالمفرغة ما تحجف ما صب النهر هي جاية في ما صب النهر وبالتالي النهر عندما يفيد والواد ما صب النهر والواد والشاطئ لما يفيد راح يبدلها يخرجها الشاطئ راح يوسخوا وذروك والمشكلة اللي صار لهم المفرغة الأصلية راح تدها الواد ولو يحطوا برها المفرغة العمومية بسيد عبد العزيز بعدة هكتارات كبر مع دخانها سكان قرية الجناح هي بعمر 30 سنة أو يزيد وبالرغم من مساسها بعدة قطاعات من بينها السياحة والبيئة إلى أن الأقدار أرادت أن تبقى إلى اليوم المفرغة هذه ليست بلاستها يرميها في البحر يرميها في البحر لا يشارجها في البحر راح يجي في منطقة سياحية يعني كل الشعورات راح يضط المفرغة هذه وما تتحدش في المصب والناس هنا راح تتكلموا مع السلطات المانية تتكلموا مع رئيس البلدية تتكلموا مع رئيس الدائرة وأخر مرة أنا كنت شاهد إلى رئيس الدائرة ومدير البيئة جاءوا للمسجد في الضراويح وتكلموا مع الناس ووعدوا روائح ودخان أفسدت يوميات سكان المنطقة وحتى المصطفي نصيفا وتسببت في انتشار الأمراض وتكاتر المنطقة بالجردان التي أصبحت ظاهرة أخرى بهذه القرية طرحنا انشغال السكان على رئيس بلدية سيدي عبدالعزيز فكان رده ما يلي هناك مشروع اختيار إنجاز مركز الردم التقني النفايات ما بين بلديات لدائرة الشقفة المهم مثلا في بلدية برش طهر الشقفة وستي عبدالعزيز والطنار وكان هذا الاختيار أرضية كان بمنطقة فازا المعلومات التي رأي عندي أنه كان هناك اعتراض لمصالح الغابات على الأرضية هذه 30 نظامر عام 2014 قدتنا مرسلها من مديرية البيئة فيما يخص اختيار أرضية بحر ونهر وغطاء نباتي تلاتية قل ما تجتمع في مكان واحد شاءت الصدف أن يكون في بلدية سيد عبدالعزيز غير أن المكان زاحمته المفرغة وصنعت منه بشعة بأقبح صوارها فهل يتغير الوضع غدا؟ سؤال دل سكان الجناح يطرحونه منذ تلاتين سنة